وننتقل إلى روسيا حيث ينضم إلينا على الهواء مباشرة من موسكو تحديدا مراسلنا رائد الأغبر رائد أحييك مرة ثانية في نشر سابقة تحدثنا معك عن الملفات السياسية عن أبرز الاجتماعات التي عقدت أبرز الاتفاقات التي تم التوقيع عليها حتى هذه اللحظة ما هو الجديد لديك مساء الخير عادل طبعا نحن الآن خرجنا من الاجتماع الذي جمع ما بين وزير الطاقة الروسي أليكسينوفاك ووزير الطاقة في المملكة خالد الفالح طبعا الطرفان كان الحديث دائر بينهما على إيجابية النتائج التي ظهرت بعد اتفاق جينيف بما يخص خفض إنتاج النفط والطاقة كان هناك توقيع مذكرة جديدة أو اتفاقية جديدة وهي تكريس العمل في مجال الطاقة وليس في النفط بحد ذاته وقع الوزيران الاتفاقية اليوم وكان هناك زخم إعلامي كبير حاولوا أن يعرفوا نظرة المملكة العربية السعودية إلى روسيا طبعا كان أيضا بشكل موازي الفعالية الثقافية هي الأسبوع الثقافي السعودي في موسكو التي استعرضت الأفلام السينمائية السعودية وكانت هناك حاضرة الفنون السعودية الثقافة التاريخ الحضارة كلها مسائل عرضت عن شكل أفلام أو عن فرق موسيقية وفلكلورية كان الجانب الروسي الحضور الروس كان شغفهم في النظر والتعرف على حضارة المملكة هذا من الجانب الثقافي جوانب أخرى كانت هي الاستثمار والاتفاقيات التي توقع كل ساعة وكل لحظة نسمع عن اتفاقية في الزراعة أو في الصناعات أو عموما التوجه هو التبادل التجاري ودفع الاستثمار ما بين البلدين إلى مستوى أفضل في مسائل البنى التحتية والصناعات التقيلة وكذلك في الزراعة والتنمية الحيوانية والزراعية أيضا أضيف أيضا أن الخادم الحرمين الشريفين وهي أهم في الحدث الزيارة التاريخية من المتوقع أن يزور غدا أهم الجامعات الروسية جامعة موسكو الحكومية ومن المتوقع أيضا أن يستقبل رؤساء الجمهوريات الإسلامية المرتبطة فدراليا مع روسيا والمسؤولي الإدارات الدينية الروسية من موسكو طبعا أضيف هنا معنا زميلنا الأستاذ خالد الخضير خالد الخضير هو وكيل المدارس السعودية في موسكو فضل أستاذ خالد بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يسعدني ويشرفني نيابة عن زملائي في المدارس السعودية في موسكو أن أرحب بخادم الحرمين الشريفين في زيارته التاريخية إلى جمهورية روسيا الاتحادية فأهلا بك يا خادم الحرمين الشريفين أبا حانيا وقائدا عظيما فيما تقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين إننا في المدارس السعودية كموفدين سعوديين نشعر بالفخر والاعتزاز والسرور يشاركونا إخوة لنا يعملون في المدارس معلمين ومعلمات من جنسيات مختلفة ويدرسوا أيضا طلاب وطالبات يتعلمون في المدارس ويدرسون المنهج السعودي حقيقة هذه الزيارة التاريخية هي لتقوية الصداقة وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات إن شاء الله فأهلا وسهلا بك يا خادم الحرمين في حلك وترحالك أخي رائد أحب أن أضيف أيضا من خلال إن شاء الله لقاء الملك سلمان مع زعماء الجمهوريات الإسلامية المرتبطة فدراليا مع جمهورية روسيا أحب أن أذكر أن المدرسة يدرس فيها ما يقارب 28 جنسية جنسيات عربية وإسلامية وصديقة يدرسون المنهج السعودي وكذلك المدرسة تفتح أبوابها للدارسين في المساء للذين يريدون أن يتعلموا اللغة العربية مجانا وهذا جاء بدعم قوي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في سفارة خادم الحرمين الشريفين هنا في موسكو نلقى الدعم حقيقة الكبير لنواصل عملنا في مجال التربية والتعليم هنا في موسكو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعيننا لإكمال هذه الرسالة النبيلة التي تلقى وتحظى بعناية كبيرة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين شكرا جزيلا أستاذ خالق طبعا هذا هو ما كان الجانب الثقافي اليوم لأسبوع الثقافي السعودي حبينا أن نظهر ماذا تقدم المدارس السعودية إلى المسلمين الروس المسلمين الروس يتعلمون اللغة العربية ولغة القرآن في المدارس السعودية كلهم الذين يقدمون من الجمهوريات الإسلامية والمقيمين في موسكو تقدم لهم هذه الخدمات المدارس هذا جانب الثقافي طيب رائد بس بشكل سريع أريد أن تضعنا في المشهد الإعلامي وتحديدا في الصحافة الروسية كيف تناولوا هذه الزيارة حتى الآن بشكل سريع بشكل سريع طبعا كل وكالات الأنباء الروسية إن كانت المرئية أو المكتوبة أو المقرؤة كانت عنوينها زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى روسيا بشكل أو بآخر إحدى الصحف أصدرت ملحقا كاملا مع صحيفتها صحيفة فيداميست الملحق عليه غلاف كامل لصورة خالد من الحرمين الشريفين وفيه تعريف بتاريخ وحضارة المملكة من كل جوانب وشرح وافر عن الاقتصاد والثقافة والصناعة حتى يعرفوا القارئ الروسي بما هي الدولة السعودية والحكومة السعودية والشعب السعودي والثقافة السعودية بأكمل هذا بشكل مختصر الله يعطيك العافية رائد أنتم برضو دخلتوا علينا البرد هنا في الأجواة في الستوديو في الرياض على أي حال شكرا لك مراسل الإخبارية من موسكو رائد الأغبر والشكر أيضا لضيفك الأستاذ خالد الخضير وكيل المدارس السعودية في موسكو أيضا